خلوني أروح مع حضراتكم لصورة وتعليم آدم أصيل ده اسمه اسمه آدم أصيل آدم أصيل لاعب الجنباز التركي العالمي اللي النهاردة الحقيقة لحد قبل ما أدخل الحلقة ما كنتش عرفت إذا كان حصد الذهبية في الجنباز ولا لأ لكنه هو كان واعد الناس أنه هيجيب الذهبية لتركيا آدم أصيل اللي حصد بطولة العالم للجنباز 2022 بطولة أوروبا للجنباز 2023 لتركيا واللي اعتذر لأنه في أولمبياد توكيو ما كانش أداءه جيد ووعد الناس أنه هتدرب كويس جدا والقوم بما يكون كبير جدا علشان يعود ده في أولمبياد فريس وعدهم أنه يحصل على الذهبية اللي مفترض أنه ده يكون النهاردة فمش عارف طبعا إذا كان حصدها ولا لسه لكن هذا هو آدم أصيل اللي بيعشق الجنباز اللي طول حياته حلمه أنه يكون بطل عالمي أو بطل أولمبي وحلمه أنه بعد ما يبطل يلعب أنه يعمل صالة تدريب للجنباز وأنه يدرب المنتخب التركي لأنه عاشق للجنباز من طفلته من أيام كان طفله صغير في مدينة اسكندرية ما أنا أصلي فوتكو في الكلام آدم أصيل هو هو يبقى مين؟ يبقى عبد الرحمن مجدي لعب الجنباز المصري اللي اتولت في اسكندرية سنة 1999 وكان بيلعب جنباز من 2007 إلى 2017 في مصر وفي 2017 سافر بطولة العالم وخاد المركز 37 فقرر أنه يسيب مصر ويروح تركيا وفدل يتمرر هناك بس من غير ما يلعب أي منافسة لحد ما يحصل على الجنسات تركية ولما حصل على الجنسات التركية اللي بيقال من شروطها أنه يغير اسمه سمى نفسه آدم أصيل وابتدى يمارس الرياضة تحت شعار العالم التركي وبإسم آدم أصيل ولما سألوا أنت بتشعر أنت مصري ولا تركي قال لهم الحقيقة الأمر صعب لأنه أنا مصر البلد اللي اتولدت فيها وعاشت فيها وفيها أهلي وصحابي وناسي وتركيا البلد اللي دعمتني ووقفت جنبي أنا برضو فتكوا في الكلام لأن آدم أصيل حصد تسع دهب عشرة فضة سبعة برونز باسم تركيا آدم أصيل أو عبد الرحمن مجدي في حوار مع جريدة أخبار اليوم سنة 22 قال بالنص أنه لما كان بيقول في الاتحاد في مصر أنه نفسه يبقى بطل عالم نفسه يبقى بطل أولمبي كان بيلاقي أن الرد فيه ضحكة كده وحالة من الكلام اللي فيه سخرية يعني كلام جد على سخرية من نوعية أنه إحنا فين وهم فين وقال بالنص أن ده نتيجة للتفكير المحدود والدعم المحدود أن أي حد بيقول له معايزة با بطل بيتحكوا ويتريقوا عليه قصة قصيرة حزينة لكنها مش أول قصة والآخر قصة حصل قبل كده كتير ومن سنتين في نفس المكان في أولمبياد توكيو كلمت حضراتكم عن فارس حسونة الرباع المصري اللي تجنس بالجنسية التركية وخد الدهبية ورفع عالم تركية في أولمبياد توكيو الحقيقة أن القصة القصيرة الحزينة دي اللي بينسج حوادتها ضقالة التفكير انعدام الحماس انعدام الحلم اللي بينسج خيوط حوادتها أنه ضيق الأفق وعدم وجود وعي يعني إيه بطل يعني إيه صناعة بطل يعني إيه أعمل بطل يعني إيه حد من سن صغير أنا أشوف فيه أنه هيكون بطل فكأني بحطه في صوبة زجاجية وبتبناه وابقى مسؤول عنه صحيا بدنيا نفسيا معنويا تعليميا كل الأوجه بيأكل إيه بينام إمتى بيتصرف إزاي إيه مشاكله أحلله مشاكله ما يبقاش بيلعب ومنغامس في حل مشاكله لأن ما وروش حد يحلها أبقى شايف إن سنة كذا هيبقى هذا الشخص بطل فأصنع بطل القصة القصيرة الحزينة دي مش طرف فيها بالتأكيد لا تركيا ولا قطر ولا أي دولة بيسافر لها أي حد لكن إحنا طرف فيها إحنا اللي عندنا أحلام نفسنا نشوف أولادنا بيحققوا بطولات نفسنا نشوف مدليات كتير نفسنا نشوف أبطال كتير في كل المجالات نفسنا نسقط من ذاتنا أي إحساس بأي فشل بنمر بيه بأننا نشوف أبطال حقيقيين موجودين والحقيقة إن القصة القصيرة الحزينة مش بس في المجال الرياضي فيه مجالات كتير الطيور المهاجرة اللي بتلاقي دول تحتويها مش بس القصة في الدول اللي بتحتويها القصة في الدولة الطاردة اللي ما حدث ليه متسبب في حالة الطاردة سواء فساد سواء سوء إدارة سواء بيروقراطية سواء عدم إيمان بالحلم سواء عشوائية أي شيء اتسبب في ده بيخلي قصص القصيرة الحزينة دي موجودة كتير وفي مجالات كتيرة أتمنى أتمنى ما أقدرش طبعا ألوم عبد الرحمن مجدي أو أدم أصيل إطلاقا على اللي عمله مش بإمكاني أن يألومه لأنه قدري يحقق حلمه وتلع عنده حق تلع بطل وتلع ممكن يعمل ده لكن بإمكاني أني أتمنى لولدنا أن هم يحققوا ده ويكونوا أبطال في مجالات كتير وبإمكاني أني أتمنى أن عبد الرحمن مجدي يكون آخر آدم أصيل يكون آخر قصة قصيرة حزينة ويجعلها آخر الأحزين أشوف حضراتكم بعد الفاصل هيكون عندنا فقرة مع الفنان ضياء داود الفنان ضياء داود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في البيت الفني للفنون الشعبية والإستراضية وهو واحد من أهم البيوت الفنية في جدارة الثقافة المعانية الفنون الشعبية دي هي التراص المصري التراص المصري الغير مكتوب اللي بنشوفه بنحافظ عليه له صادقة أعمال كبيرة سواء كمهندس ديكور أو في الأفلام التسجيلية أو وقت عمله في صندوق التنمية الثقافية هنتكلم معاه عن رحلته وعن قطاع الفنون الشعبية وتأثير الثقافة في المجتمع